السماء مفاش فلوس والسماء مفاش شهوة جسدية والسماء مفاش مجد المجد في الأرض والشهوة في الأرض والغنى في الأرض والفلوس في الأرض ما تشغلش نفسك بالمنظور لا تهتم بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون الأمور دي بتطلبها الأمم اطلبوا أولا ملكوت الله وبروا وكل هذه تزاد لكم لا تضلوا يا إخوة الأحباء ابتدى يتكلم بقى على الحكمة السموية كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي منفوق اطلب العطية الصالحة والمواهب التامة ايه كلمة منفوق ما تطلبش حاجات من تحت بس تغرب على ناس مؤمنين يروح يدور على كتب عملوها علماء نفس عشان يتجروا كيف تحصل على السعادة ازاي تعجل المشاكلك ازاي تعمل كذا دي أبار مشققة لا تضبط ما ما تدورش على معلومات وأفكار أرضية احنا دور على ينبوع الماء الحي وكلمة نازلة منفوق يعني الروح القدس لأن انت بتقول أنا عايز عطايا عايز عطايا ايه؟ عايز عطايا من تحت ولا منفوق عايز غنى طبما الغنى ده مش فوق الفلوس السماء مفاش فلوس والسباء مفاش شهوة جسدية والسماء مفاش مجد المجد في الأرض والشهوة في الأرض والغنى في الأرض والفلوس في الأرض ما تشغلش نفسك بالمنظور لا تهتم بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون الأمور دي بتطلبها الأمم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم كل دي تزاد لكم عشان كده هنا بيقولك كل ده تم التم ده هي من فوق نازلة من عند ابو الانوار ايه ابو الانوار احنا بالنهار بتنور لنا الشمس وبالليل بينور لنا الامر دول الانوار اللي بينورونا الشمس وهي معانا بتنور لنا ولما تغيب عننا بترمي نورها على الامر وهو جسم معتم فبيعتعكس نور الشمس علينا لكن نور المسيح في الاربعة وعشرين ساعة عشان كده يقولك ايه خلي بالك ابو الانوار الذي ليس عنده تغيير من اللي بيتغير الامر يطلع حلال يكبر سوية يكبر شوية للتاربعتاشر يبقى مكتمل يوم خمستاشر يبتدي إلي 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 غاية ما شاء ده عنده تغيير مش ثابت والشمس بالدور عشان كده اللي يقولك لا عنده تغيير زي الامر ولا الظل دوران زي الشمس ادي معنى كلمة الآية عشان كده ابو الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا الظل دوران وما لإيه نوره ثابت فينا إلى الأبد ليه الوينهار